اهلا بكم لنشرة اخبارية جديدة من قناة كابا منكاتخ تيفي هذه ابرز عنوينها وزيروان خارجية وتعاون ناصر بوريطا يمثل الملك في بيروت ويشري سلسلة لقاءة مكثفة على همش القمة التنموية العربية دوليا هجوم عسكري اسرائيلي على مواقع في سوريا والمرصد السوري لحقوق الانسان يتحدث عن وقوع قتل رياضيا فريق رجاء البضوية اهل الى دوري المجموعات بفوز على افريقيا ستارز الناميبي بملعب مراكش اهلا بكم الى تفاصيل هذه النشرة مثلا ناصر بوريطا وزير شؤون الخارجية وتعاون الدولي الملك محمد سلس في اشاري الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي انعقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت امسي الاحد تحت شعار الانسان محور التنمية وفي نفس اللقاء اجرى بوريطا مباحثة مع وزير الخارجية الاردني ايمن صفضي استعرض خلالها الجانبان علاقة تعاون القائمة بين البلدين وتطرق لأفق دعمها وتعزيزها واختتم الوزير مباحثته بلقاء وزير الخارجي العراقي محمد علي الحكيم وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء لتعزيز آليات التعاون المشترك في شتى المجلة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وتنسيق المواقف اتجاه القضايا العربية والدولية اعلن بيان للقوة المسلحة الملكية المغربية ان طائرة مقاتلة من نوع ميراج التابعة للقوة الملكية الجوية سقطت بمنطقة تونات حيث كانت تقوم بمهمة تدريبية وفد البيان ان الحادث وقع حوالي منتصف النهار و30 دقيقة نتيجة عطل تقني موظفا ان الربان لم يصب اي ادى بعد نجاحه في القفز من الطائرة دون ان يخلف خسائر في الارواح نتيجة حدوثه في منطقة غير مأهولة بالسكان نظم يوم السبت بالعاصمة الرباط الجمع التأسيسي لجمعية اعلامية وحقوقية تحمل اسم المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان وذلك تحت شعار نحو فعل اعلامي وحقوقي مختلف بحضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والاعلاميين من مختلف مدن المملكة المتبع للجارح ابو سلم نصبر في المركز الوطني للاعلام وحقوق الانسان ان هذا الاطار الاعلامي والحقوقي سيضيف الى جانب المؤسسات والهيئات الوطنية الحقوقية والاعلامية اضافات متميزة خاصة ان نجمع بين ما هو اعلامي وما حقوقي نحن نتمين المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية المغربية وايضا الهيئات الاعلامية المغربية ونحن لسنا بديلا عن هذه المنظمات سواء كانت حقوقية واعلامية ولكن سنجتهد الدافة الى جانب هذه الهيئات الاعلامية والحقوقية من اجل تطوير الفضاء الاعلام والاعتصار وايضا من اجل الدفاع وتقوية حقوق الانسان داخل المغرب سنفتحه اوراش وطنية من اجل التقطير والتكوين اما الان نفتح الملف الدولي حيث اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن سقوط 11 قتيلا على الاقل في هجوم النشنة اسرائيل اليوم الاثنين على اهداف في العاصمة سوريا دمشق ونقاط اخرى جنوب غربي سوريا واوضح المرصد ان القصف استمر قرابة الساعة واستهدف مناطق واسعة من جنوب غربي دمشق حتى مطار عسكري غرب محافظة سويديا بالاضافة الى مواقع ومخازن لقوات ايرانية وميليشيات حزب الله اللبناني الحليفين لرئيس سوري بشار الاسد فضلا عن بطاريات لدفاع الجوي التابعة للنظام واوضح المركز الوطني لسيطرة دفاعية في روسيا انه قتل في الهجوم اربعة عسكريين سوريين واصيب ستة اخرون واشار بيان عسكري لان القصف تسبب في اضرار جزئية بمطار دمشق الدولية كذلك اشرى البيان سوري لان دفاعات الاسرائيلية اسقطت 30 ساروخا خلال هذا الاستهداف للتراب السوري بينما نفذت القوات العبرية في شهور الاخيرة العديد من الهجمات ضد مواقع لايران وحزب الله بالشمال من جانبها اعلنت اسرائيل في وقت سابق تنفيذ الهجمات على عدة مواقع ايرانية وبطاريات لدفاع الجوي في سوريا ردا على اطلاق قدائف على اسرائيل دائما مع شأن دولي تبنت حركة جيش تحرير الوطني المتمرد في كولومبيا اليوم الاثنين الهجوم الذي استهدف اكاديمية الشرطة في مدينة بغوتا الذي اسفر عن مقتل واحد وعشرين شخصا واصابة ثمانية وستين واكدت الحركة ان الهجوم جاء ردا على نشاطات عسكرية قامت بها حكومة الرئيس ايفان دوكي خلال وقف اطلاق النار الذي اعلنه جيش تحرير الوطني من جانب واحد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة وقالت ان الرئيس لم يعطي البعد اللازم لمبادرة السلام هذا هو رده كان شن هجمة عسكرية ضدهم على كل الاراضي الكولومبية وكانت الحكومة الكولومبية نسبت الى متمردي جيش تحرير الوطني الهجوم الذي وقع الخميس واصفر عن مقتل واحد وعشرين شخصا على الاقل واصابة 68 في تفجير سيارة مفخخة في اكاديمية لتديب الشرطة في بوكتة ومن الاخبار الدولية للاخبار الرياضية تأهل فريق رجاء البيضوي حامل لقب كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الى دوري المجموعات بعد فوزه على ضيفه افريقيا استهرزت ناميبي بهدف للا شيء في المباراة التي جمعته على ارضية ملعب مراكوش امسي الاحد وكان الفريق الاخضر قتعضل في مباراة الذهب على ارضية ملعب ساب نوغوما بهدف لمثله وعلى اتري هذه النتيجة يكون فريق الرجاء حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد ضمن مروره لدوري المجموعات رياضيا دائما انقض الارشنطيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من فخ ضيفه لغانيس عندما قاده الى الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد امس الاحادة في ختم المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم واكد المدرب ان يدفع ثمن لقاء على نجمه ميسي على دكة البودلة لان ليونيل كان في طريقه لاقتناص نقطة ثمينة بدركه تعادل مطلع شوطي الثاني لكنه قرر الدفع به في الدقيقة الثالثة والستين ونجح في قيادته الى فوزه السابع على التوالي والربعشر هذا الموسم بمساهمته في الهدف الثاني وسجل الثالث رافعا رسله لثمانية عشر هدفا في صدرة لائحة الهدفين واربعا مئة وواحد في الليقة بالاخبار الرياضية كالعادة مشاهدنا نكون قد وصلنا الى ختمي هذه النشرة نشكركم على حسن الاصوي والمتابعة ونذكركم هذه الاخبار وغيرها تجدونها دائما على موقعنا الالكتروني كاب فانكات خطر تذي إلى اللقاء اشتركوا في القناة